امور واضحة ورهم يشنوا في حملة بالتعاون مع استخبارات اجنبية سيد النائب العام عندك مدرية يسموها مدرية الامن الداخلي ومكافحة التجسس عندك مدرية يسموها مدرية الامن الداخلي ومكافحة التجسس والسيد يتهم في الناس صحفيين باللي رهم يتجسوا مع مصالح اجنبية مخابرات اجنبية استدعي الناس هذا استدعي الناس هذا وحقوا معهم هو يعطي أسماء عايشين في الجزائر لأنه الوحيد اللي راه هو يتكلم عليه في الخارج هو بن سديرة بن سديرة هيقول بالخارج لكن الأخرين في الجزائر استدعوهم حقوا معهم واستدعو هذا وليد الحركي أمين بالعزو قال أعطينا ما يثبت الاتهامات هذه ركت الاتهام في ناس بالتخابر مع جهات أجنبية أعطينا ما يثبت يا أخويا إذا كان عندك أدلة لأنه ذكرهم بالأسم أو ذكرهم بالأسم حتى ودين رموز معروفين توفيق بداني حبيب شوقي معروف حبيب شوقي الحمراوي يتهم في وزير سابق والسفير سابق يتهم فيه اتهامات خطيرة يتهم فيه صحافي قدير كان مدير قناة لهذا توفيق بداني يتهم فيه اتهامات خطيرة والثانين هذو كزوج من أعرفهم يعني عرفت فقط هذا بداني وشوقي ليقصد فيهم ويتهم في واحد سمو وراء ثاني نفس الشي وراء هو المدعو كريم كاكي مدعو كريم كاكي هذا معروف تعوان فوثري نفس الشي استدعوهم هذا كريم كاكي عادتك في تزير شوقي عادتك في تزير بداني عادتك في تزير هذا الناس استدعوهم يا إما وليد الحركي يثبت أن هذا الكلام صحيح هو بالتالي لازم يتعاقبوا هذا الخوانة هذا الخوانة الجواسيس اللي راهم يضروا في المصلحة البلاد ويتعاونون مع مخابرة أجنبية لازم يتعاقبوا إذا ثبت أن ما يقوله هذا وليد الحركي لببيه حركي بالأدلة نحن نقول واحد وليد الحركي عدنا أدلة عدنا اعتراف الحركي نفسه يقول أنا هربت لكنت بدك تقول يا طحان تقول بنزال وليد قومي عطينا ما يثبت أي أنا ببي حركي وقومي عطيني ما يثبت عطينا ما يثبت أنه عليhole بالحسن الله رحموك أنا حركي وقومي أنا عندي دليل باليبويك حركي أنا عندي دليل باليبوي مجاهد بكوارد وعندي وعندي دليل باليبويك خائن وحركي عندي بسحنتايا كي تتهم لازم تثبت أوكي خطيك مبنز دير أهدرنا فقط على الناس اللي رأم في الجزيرة كمتتهموا فيهم من هذا المنبر أطلب من السيد النائب العام أطلب من السيد وكيل الجمهورية لمحكمة دالبيضا أطلب من السادة مدراء المخابرات مدير الأمن الداخلي مكافحة تجسس لأن القضية فيها مخابرات أجنبية مدير المخابرات الخارجية لأنه طبعا فيها خارجية ومدير الأمن الوطني اللي عندهم استعلامات وعندهم مركز مكافحة الجريمة التعسحة واللي عنده صلاحيات داخل وخارج الوطن هذا المصالح بالإضافة إلى الدرك الوطني كل المصالح يا أخوي افتحوا تحقيق افتحوا تحقيق خلونا من الاتهامات الباطلة لأنه هذا القوش كل يحميهم والقوش كل يدفعهم لي تخلاط رام قاعدين يخلطوا نفس الشي بالنسبة لي اختيتيل القوش كل يشجعوا واللي يطبعوا يقولوا روحوا ما تخافش أصدى مران هنا يتهجم على رئيس الجمهورية يتهجم على وزير الخارجية يتهجم على وزير الدفاع السابق يتهجم على قادة وهو عايش في الجزيرة لأنه يجي كواحد طحان رخيص منت المصنان يقول كابل زليل التثانية تسب يا طحان أنا عايش في لندن يعرق الراسة على والديك أنا تشد معي الشعر أنا تشد معي الشعر عايش في لندن يا طحان كيف سب لك الراسة تعدين والديك الكلاب قاعدين معي بيش بقى السابق ورغم هذا ما سبيتش أنا أنا ندفع على بلادي ولا أقبل أنه واحد يتكلم على وزير الخارجي لأنه دافع على مصلحة البلاد تسبه يا طحان أنت تسبه وزير الخارجي يا عطاف اللي قضى حياته في الدبلوماسية الجزائرية كوزير وكمسؤول وأمين عام وسفير وكذا وكذا تجي تنتقدون تايا البوال يا المنتن يا الحزاق وين في الجزائر ومصالح الدولة ما تهدرش لا عدالة ولا نيابة يعني قصد العدالة النيابة ولا الأمن ولا أي واحد واحد ما يهدر معاه يعني السيد هذا مسنود على أرصاخ شينة أكثر من عطاف إذا كان واحد يسب عطاف ويسب حتى رئيس الجمهورية ينتقده في السياسة الخارجية واحد ما يهدر معاه مع أنت سيد راوتاكل على واحد اللي يحكم في رئيس الجمهورية مع أنت راوتاكل على واحد اللي يحكم في الرئيس تبون هذه الحقيقة إذن اختيتي العلمين تاكل وأمين بالعزو قادر يسب وزراء وصفراء وصحفيين وناس علمين تاكل حين مرهم تاكلين ها فهمونا ثورة مضادة ثورة مضادة محاولة تطبيق نظرية تخلطها تصفى أوكي نتمنى أنكم تفتحوا تحقيق في هذا الموضوع كل واحد توقفوه عند حده كل واحد توقفوه عند حده بما فيهم السعيد بن سديري إذا كان شفتوه باللي راهوا تعدى حدوده ووقفوه وصدروا له قرارات أحكام قال لي انترك تسلفي رئيس الجمهورية بالرغم من أنني أبدا أنا دائما أدافع على رئيس الجمهورية لأنه رمز منش خايف منه ولا لأنه تبهونه لا أنا أدافع على الرئيس لأنه رمز الدولة ولا أقبل المساس برمز الدولة إلا إذا ارتكب جريمة عندما يرتكب جريمة ما استعرش بها لكن لحد الآن حتى ويغلط رمز الدولة لا أقبل المساس برمز الدولة لا أقبل المساس أو التجريح في رجال الدولة لأنه يجيني بعض المنتنين المصنانين يقول يا بزديرة كان واحد المنتن هنا في الفيسبوك كاتب يقول بزديرة شو كلمة هدتوش وكلمة خوفتوش نقول لي خائن لأنها أثبتت الأيام وأثبتت التجارب وأثبتت الواقع أن القايد صالح كان على خطأ كان على خطأ أنا أروح معكم بعيد لأن نتكلم هذه الكلمة للتاريخ أكبر خطأ ترتكبه الدولة الجزائرية أن تسمح للقايد صالح لا يرحمه أو تسمح لعائلته بدفنه في مربع الشهداء غير مسموح القايد صالح ليس من حقه ولا من حق واحد من أفراد العائلة أو أي مسؤول بشيدفنه في مربع الشهداء وهذا الموضوع سنناقشه في وقت لاحق بإذن الله ليس من حق مربع الشهداء كان شروط هناك شروط محددة في الدستور وفي القانون الجزائري شكل يدفن في مربع الشهداء القايد صالح ليس من حقه القايد صالح ليس من حقه أن يدفن في مربع الشهداء هذه للتاريخ كلمتي نقولها مهما كانت نتائجها هناك قانون في الدولة الجزائرية شكور الناس اللي يدفنوا في مربع الشهداء الشروط لا تنطبق على قايد صالح الذي أمر وضغط حتى يدفن قايد صالح في مربع الشهداء ليس تبون لأنه تبون أصلا كان مازال محكمش كرسي مازال ما هوش تبون وليس قائد الأركان شنغريحة أبدا لا يتحمل المسؤولية لا شنغريحة ولا تبون الذي يتحمل المسؤولية دفن القايد صالح في مربع الشهداء الآن موجود في السجن وسيحاسب في الدنيا وفي الآخرة لأنه ارتكب جريمة في حق التاريخ وفي حق رجال الدولة وفي حق الشهداء وهذا الموضوع سأعيد طرحه وسأعيد فتحه في الوقت المناسب بالتفصيل الممن أوكي حتى ما تجوش تقارنوا كما يقول لك الناس شعبان في رمضان ما تخلطوش كل حاجة في بلاستها أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء معكم في موعد قادم بإذن الله ألقاكم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته